اشتركوا في القناة المشتركة في مختلف المجالات المتخصصة ومن ضمنها المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية مشيدا سعادته بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة وحرصها المشترك على تعزيز بيئة العمل السليمة وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وقد ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي والاجراءات التي تم اتخاذها بشأن تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول مجلس التعاون لغرض العمل ومناقشة تطوير وتمكين القوى العاملة في الدول العضاء إلى جانب بحث موضوع توحيد المعايير والاختبارات المهنية الخليجية وتعزيز برامج وتشريعات السلامة والصحة المهنية واعتماد سياسة بيانات موحدة لأسواق العمل وتنفيذ مشروع تبادل خبرات الاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل ترجمة نانسي قنقر